كما تفقدت وزيرة تنمية المحلية من العواض ومحافظ القاهرة إبراهيم صابر استفاف أتوبيسات النقل العام بعدد مئة أتوبيس صديق للبيئة تعمل بالكهرباء والغاز جهجتها هيئة النقل العام بالقاهرة لخدمة ضيوف المنتدى الحضري العالمي في دورته الثانية عشرة والذي سوف تستضيفه القاهرة خلال الفترة من الرابع إلى الثامن من نوفمبر المقبل واستمعت وزيرة تنمية المحلية إلى عرض حول التجهيزات الموجودة في الأتوبيسات التي تم توفيرها لضيوف المنتدى من الهيئة وجميعها صديقة للبيئة وتضمنت تجهيزة خمسة عشر أتوبيسا منها لخدمة دوي الهمام